كيفية الوضوء أولاً نغسل وجوهنا من منبت شعر الرأس إلى طرف الذقن على أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل يستحب الدعاء عند غسل الوجه بأن يقال اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ثانياً نغسل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع على أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل يستحب الدعاء عند غسل اليد اليمنى بأن يقال اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حساباً يسيراً ثالثاً نغسل اليد اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع على أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل يستحب الدعاء عند غسل اليد اليسرى بأن يقال اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي رابعاً نمسح مقدم الرأس باليد اليمنى أو اليسرى بما تبقى من بلل الوضوء ولا نأخذ ماء آخر غير المتبقي على اليد يستحب الدعاء عند مسح الرأس بأن يقال اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك خامساً نمسح ظاهر القدم اليمنى بباطن اليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى المفصل بما تبقى من بلل الوضوء سادساً نمسح ظاهر القدم اليسرى بباطن اليد اليسرى من أطراف الأصابع إلى المفصل بما تبقى من بلل الوضوء يستحب الدعاء عند مسح القدم بأن يقال اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك عني ترجمة نانسي قنقر